استقرار الأسرة وهي الوحدة الأولى للمجتمع تشعر الإنسان بالانتماء إلى أهله وإلى مجتمعه وإلى وطنه فلها شأن عظيم قال تعالى يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الأسرة فيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وكان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله أي يده مع يد أهله في العمل فالحمد لله رب العالمين